البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآنه خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلها شاي وبقوتك التي قهرت بها كلها شاي وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شاي وبعظمتك التي ملآت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي وبعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملآت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنوب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن نكا علاي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعلت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتي ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاهي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزين عدويه فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي جميعا معتذرا نادما منكسرا مستقيدا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عدري وإذ خالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبال عذري وارحام شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحام ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربية وبر وتغذية هبني لابتداء كرمكا وسالف بركبي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلما إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجداً وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحاً وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققاً وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوار حاسعة إلى أوطان تعبدك طائعاً وأشارت باستغفارك مدعناه ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفياً قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتماني لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطيك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين حبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني نعاطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولأبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياثى المستغيثين يا غياثى المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسن إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقل قلوب بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظنو بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وبإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردان وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهدان ما خفيا عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليمان بضري ومسكنتي يا خبيران بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل وقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي أوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنع منك دنو والمخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدائك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك واجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنى علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجبني دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغان نعام يا دافعان نقام يا سابغان يا دافعان نقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالمان لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلما تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أزول سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي الإمام الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابتان عن صاحبي العصر والزمان ونيابتان عن والدي ووالدي والدي وإخوتي وأخواتي وأهني وأصدقائي وجيراني وجميع من قلدنا الدعاء والزيارة طاعتان قربتان إلى الله تعالى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوحي النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلات ولعن الله أمة ظلمات ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة علينا وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمتا أسرجات وألجمات وتهيئات وتنقبت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت زيارتك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابنى نبي الله السلام عليك يا ابنى أمير المؤمنين السلام عليك يا ابنى الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمتان قتلات ولعن الله أمتان ظلمات ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمتان قتلات وابروا إلى الله وإليك منهم أزون الشهداء السعداء السلام عليكم يا أولياء الله وحباءه السلام عليكم يا صفياء الله ووداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوزا معكم فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء لينك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المامون السلام عليك أيها المقدم المامول السلام عليك بجوامع السلام ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين تحت لوائه اللهم صل على محمد وعالي محمد اللهم بحق هذه الليلة العظيمة فرج عنا يا الله اللهم شافي كل مريض لا سيما من دعونا لأجلهم اللهم فكى كل أسير لا سيما أسير القرية اللهم ردى كل غريب لا سيما غريبنا السيد علي السيد يوسف اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم محمد وعن بيته الطيبين الطائرين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم اكن لوليك وابن أوليائك الحجة بن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجابة وننوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية هذه الليلة هي من الليالي ذات الفضل وذات الشأن العظيم والتي لا يضاهيها في الليال على مر السنة سواء ليلة القدر لعظمها وفضلها وبركاتها فإنها من الليالي المباركة العظيمة والتي يستجاب فيها الدعاء وينبغي للمؤمنين أن يتضرعوا ويبتهلوا إلى الله في هذه الليلة ويزيدها شرفا إلى شرافتها وفضلها ولادة صاحب العصر والزمان أجر الله تعالى فرجه الشريف حيث ولادته تصادف في يوم الخامس عشر من شعبان باتفاق جميع علماء الشيعة من دون اختلاف وهذه أيضا نقطة تحتاج إلى أن يقف عليها الإنسان وهو أننا نجد في مواليد وأرخنة ولادات الأيمة صلى الله عليه وسلم عليهم اختلاف حتى في مولد أمير المنيه نجد فيه ماذا اختلاف وإن كان المشهور في يوم الثالث عشر من شهر رجب ولادة الباقر ولادة الكاظم وهكذا تجد في بلادات الأيمة المعصومين صلى الله عليه وسلم شيء من الاختلاف بين المؤرخين التقدم والتأخر بالشهر وباليوم موجود هذا الاختلاف وإن كان الآن ما في بالي يوجد أيضا اختلاف في السنة بس الاختلاف في التقدم والتأخر في الشهر وفي اليوم هذا موجود في سائر الأيمة سلام الله عليه ولكن في الإمام صاحب العصر والزمان مع كون ولادته لم تكن بالصورة الظاهرة والعلنية والطبيعية لأنه لا يوجد أدنى اختلاف بين جميع علماء الشيعاء في أرخنة ولادة الإمام سلام الله عليه وأنها تصادف بالتاريخ يوم الخامس عشر من شعبه وهذه أيضا شيء يحتاج إلى تأمل وإلى تحليل لست الآن بصدده عموما فضل هذه الليلة وشأنها وبركاتها وعظمتها أمر متفق عليه بين علمائنا بل حتى تجد أن هذه الليلة تكرر وتعظم عند بعض الفرق وعند الوسطية التي تعيشها سائر الفرق فإن الصوفية أيضا يعظمون هذه الليلة ويبجلونها ويرون لها شأنا عظيمة ويحتفون بها ولقد وجدت الصوفية في الأردن والصوفية في دمشك في ليلة الخامس عشر من شعبان يتصدقون ويقيمون لها شأنا ويقيمون لها حلقات الذكر ويعتبرونها ليلة من الليالي العظيمة مع أنهم لا يؤمنون بوجود صاحب العصر والزمان وولادته إلا أنهم يعتبرون هذه الليلة من الليالي ذات الشرف وذات الشان من حيث العطايا الإلهية والنعم الربانية حديثي حول معرفة الإمام صلى الله عليه وسلم أفتتح هذا الحديث برواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وهي رواية عن الفضين قال سمعت أبا جعفر يعني الباقر يقول من مات وليس له إمام فموته ميتة جاهلية ولا يعدى الناس حتى يعرفوا إمامهم ومن مات وهو عارفا لإمامه لا يضره تقدم هذا الأمر لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخره ومن مات عارفا لإمامه كان كمن هو مع القائم في رسطاته ابتداء هذه الروايات تشير إلى قضية أساسية وهو أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتكلفوا ويتتبعوا علامات أو مؤشرات على ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان ما تريد أن تؤسس إلى قضية أساسية في ثقافتنا الدينية والمذهبية وهو أن لا نتكفل نتكلف وهو أن لا نتكلف معرفة العلامات التي تسبق ظهور الإمام ونتكلف تطبيق هذه العلامات الآن موجود أشبه ما يكون ماذا ظاهرة و شيء ملفت للنظر أن هناك الكثير من الناس يحاولون أن يعرفون العلامات ويطبقوا هذه العلامات فكأن من راوي وهو الفضيل يسأل الإمام الإمام سلام الله عليه يقول له لا يهمك هذه العلامات ولا تكلف نفسك معرفة هذه العلامات وتطبيقها في الخارج المهم أنك تعرف إمام زمانك إذا عرفت الإمام تقدم هذا الأمر أو تأخر لا يضع فإن الأساس معرفة الإمام ومن مات وهو عارف لإمام زمانه كان كمن يكون مع القائم في إصطاط فتريد تقول المهم معرفة الإمام حديثي حول هذه الفقرة معرفة الإمام ما المقصود بمعرفة الإمام وما هي نوع هذه المعرفة وما هي أبعاد هذه المعرفة هذه ثلاث نقاط أحاول أن أتحدث عنها بما يسمح به الوقت ما هو المقصود بمعرفة الإمام قطعا ليس المقصود بمعرفة الإمام هي المعرفة الشخصية أنه فلان ابن فلان فلا يراد من المعرفة والروايات التي تؤكد على معرفة الإمام هي المعرفة الشخصية وإنما المقصود هي المعرفة العنوانية هناك معرفة شخصية أن أعرف أن هذا فلان ابن فلان ابن فلان هذه معرفة ماذا شخصية وهي ليست مهمة وليست ذات خطورة وليس لها شأن أن تعرف أن فلان ابن فلان ابن فلان ما قيمة هذه المعرفة ولكن المعرفة العنوانية هي المهمة أن تعرفه من خلال العنوان الذي يحمله الآن نحن لربما كثير مننا لا يعرف السيد الخوئي أو السيد الإمام الخميني من أبوه وكيف حياته وما هي خصائصه الشخصية وكذا لا يعرف لكن يعرفه من خلال ماذا عنوانه أنه مرجع الطائفة من مراجع الطائفة الطائفة الشيعية وله دور بارز في حياة المسلمين هذه المعرفة من خلال العنوان وأما المعرفة الشخصية فالكثير مننا لا يعرفها بالنسبة إلى معرفة الإمام الروايات لما أكدت على معرفة الإمام تريد أن تشير إلى المعرفة العنوانية وليس إلى المعرفة الشخصية يعني أن تعرفه من خلال عنوانه ما هي معرفته من خلال عنوانه أنه حجة الله والحبل المبدود بين الأرض والسماء وأنه يجب ماذا طاعته وأمره أمر الله ونهيه نهي الله هذه المعرفة ماذا العنوانية أحنا لما نقول لا بد من معرفة الإمام ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام مات ميت جاهلية ليس المقصود هي المعرفة ماذا الشخصية وهذه المعرفة الشخصية لا تضر بإيمان الإنسان وإنما المقصود هي المعرفة العنوانية ألا يذهب الإنسان إلى الاعتقاد بإمامة شخص إلا ويعتقد بأن هذا الإمام هو حجة بينه وبين الله عز وجل وأنه الحبل ممدود بين السماء والأرض وأنه الذي يجب ماذا طاعته وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان لله هذا المقصود ماذا من المعرفة فلا بد أن نعرف الإمام من خلال ماذا عنوانه حجة الله الحبل الممدود بين الأرض والسماء طاعته طاعة لله معصيته معصية لله عز وجل ولا يعني ذلك لما نقول المعرفة العنوانية مو معنى أنه المعرفة الشخصية بالنسبة للأيمة ليست مهمة لا شيء مطلوب أيضا وشيء جيد للإنسان يعرف خصائص الأيمة الشخصية هذا الشيء مطلوب وجيد وحسن ولكنه لا يضر بإيمان الإنسان ولا يقدح في إيمان الإنسان لو لم أعرف متى توفي الإيمان أو ما هي من هي أمه ما هي خصائص الشخصية كم عدد زوجاته كم عدد أبنائه هذا يدخل في المعرفة ماذا؟ الشخصية ولكنه لو لم يتوفر الإنسان على هذه التفاصيل هل يضر بإيمانه أو يثلم بإيمانه؟ قطعا هذه الحدود من المعرفة التفصيلية التي تدخل ضمن المعرفة الشخصية هذه لا تثلم بإيمان الإنسان ولا تضر بإيمانه ولا تضر بتدينه لكن لما لا يعرف أن هذا هو الإمام الذي يجب طاعته أنه حجة الله وإمام مفترض الطاعة من قبل الله على الخلق وأن طاعته طاعة الله ومعصية معصية الله هذا الذي يثلم فيه الإيمان فإذن الروايات لما أكدت على معرفة الإمام وعلى ضرورة أن يتعرف الإنسان على الإمام ليس المقصود المعرفة الشخصية وإنما هي المعرفة من خلال ماذا؟ العنوان الذي يحمله الإمام هذه النقطة الأولى التي أشير إليها بشكل مختصر وهو أن نتأكيد الروايات على معرفة الإمام هي المعرفة العنوانية من خلال العنوان الذي يحمله هذا الشخص وليست هي المعرفة الشخصية النقطة الثانية في حديثي ما هي نوع هذه المعرفة؟ المعرفة ماذا؟ لها مستويات والمعرفة لها أساليب وأدوات قد تكون المعرفة من خلال التقليد ربما إنسان يسأل من هو إمامك يقول علي بن أبي طالب لكن شنون عرفت أن علي بن أبي طالب هو إمامك؟ بالتقليد ولو كان هذا التقليد موافق للواقع ومطابق للواقع وعين الواقع لكن معرفته بواسطة ماذا؟ بالتقليد لأنه عاش في بيئة شيعية ونشأ على هذه المعارف الحقة فلذا آمن بها لأنها حق ولكن بواسطة التقليد هذه معرفة ولكنها معرفة ماذا؟ بالتقليد قسم ثاني من المعرفة مع أن نخذ التقليد في العقائد ما يصحه كما تعلمون التقليد إنما يكون في الفروع الفقهية وأما التقليد في الأمور العقائدية لا يصح لا يبدأ من يعني الإيمان بها بواسطة الدليل ولو إجمالا ولابد أنه الدليل التفصيلي اللي يذكرون العلماء في كتبهم الكلامية ولو معرفة ماذا؟ إجمالية عمواً المعرفة بالتقليد هذه نوع من أنواع المعرفة الآن تصح في العقائد ما تصح في العقائد ذاك مطلم يذكر يذكره العلماء في كتب الكلام النوع الثاني من المعرفة هي المعرفة التي تكون ماذا؟ بالدليل وهذه المعرفة التي تكون بالدليل أيضاً ماذا؟ على مستويات المعرفة البرهانية المعرفة البرهانية هذه تنقسم إلى أقساق مرة الإنسان يقول النار موجودة ولما يسألون ما الدليل على وجود النار؟ يقول ماذا؟ دخان وهو يستدل على وجود النار بماذا؟ بهذا الأثر وبهذه العلامة الذاتية الملازم الذاتي للنار والذي لا ينفق عنه النار فلما يرى الدخان يعتقد بوجود النار ولا يشك في ذلك فهذه معرفة بالبرهان لأنه يستدل على وجود النار بأثرها بلازم من لوازمها وهو دخان هذه معرفة برهانية مستوى من مستويات المعرفة البرهانية مستوى ثاني من مستويات المعرفة البرهانية هو ذاك الشخص الذي رأى النار بأم عينه بأم عينه يرى النار فتقول ليش؟ يقول خب أنا رأيت النار هذه معرفة ماذا؟ مستوى من المستويات إدراكه للنار بالحاسة بالحاسة الباصرة الحاسة الباصرة هذا مستوى من مستويات المعرفة البرهانية فما يمكن أن تشككه و تقول لي لا والله هذه النار ليست نار إلا أن يكون ماذا سفصطائيا سفصطخب هذه إنكار الواقعي وهذه لا يمكن فهو يقول النار موجودة لأنني أشاهدها لأنني ماذا أراها مستوى ثالث من مستويات المعرفة البرهانية أن إنسان يلمس النار ذا فاقد البصر لما يعتقد بوجود النار هل لأنه رأى الدخان لا أو لأنه هل رأىها بعينه لا ولكن لما لمس النار وحس بحرارتها وحرقها يؤمن بوجود النار مع أنه ماذا لم يشاهدها بحاسة بصر ولم يرى دخانها أبدا ولكن لمس حرارتها وحس بحرقها فهو يؤمن بوجود النار نتيجة ماذا يعني حسه ولعسة النار وإحساسه بحرقها هذا مستوى ثالث من مستويات المعرفة البرهانية فإذن هناك أنواع للمعرفة معرفة بالتقليد معرفة بالبرهان المعرفة بالبرهان له ماذا مستوياته وليس كل المعرفة البرهانية على مستوى واحد وأعلى مستوى من مستويات المعرفة البرهانية هذه المعرفة التي تكون نتيجة إدراك الشيء إدراكا ماذا تاما لا يمكن أن يلامسه غش حواس أو خدع بصر أو اختلال في البرهان هذه أعلى ماذا مستويات المعرفة المعرفة التي الإنسان من خلالها هذا مثل ما مثلت له فاقد البصر خب لم يرى الدخان حتى يستذل على وجود النار بواسطة الدخان ولا هو رآها بإم عينه لأنه فاقد للبصر بالنسبة إليه سالبة ما عند بصر ولكنه أحس بحرقها وأحس بحرارتها فمعرفته بالنار تكون أقوى من ذيك المستويين المعرفة بالمشاهدة أو المعرفة بالأثر بعد هذه المشارة المختصرة إلى أنواع المعرفة الروايات لما أكدت على معرفة الإمام وأنه لا بد من معرفة الإمام ليس المقصود المعرفة بالتقليد لأن المعرفة بالتقليد قطعا هذه من السهولة أن تتزلزل من السهولة أن تكون المعرفة بالتقليد تضرب في بنائها وفي قاعدتها فتزود فالمعرفة بالتقليد ليست هي المطلوبة وكما أقول الفقهاء في الرسالة العملية أول باب التقليد يقولون يجب التقليد لكن في ماذا موضوع التقليد في الفروع وأما في أصول الدين لا يجوز التقليد ماذا فيها فالمعرفة بالتقليد ليست هي المطلوبة خب الآن تفصيل هذا بشكل ماذا مجمل أقوله لو فرض ما أن الإنسان يقول أنا عرفت هذه المعارف العقائدية بالتقليد لكن أنا عندي قطع ويقين بصحتها يقول خب كافي هذا لكن لو لم تورثه القطع واليقين هذا مطلب ماذا آخر يبحثه العلماء إذن ليس المقصور هي المعرفة بالتقليد المعرفة التي حثت عليها الروايات وأكدت عليها الروايات وجعلت من لم يعرف إمام زمانه ومات من دون هذه المعرفة تكون ميتته ميتة ماذا جاهلية يعني ميتة كفر ميتة جاهلية يعني ميتة ماذا كفر المقصود من المعرفة هي لا أبدا أن تكون معرفة ماذا برهانية أن تبتني هذه المعرفة على البرهان وعلى الدليل لأنها هي المعرفة المتينة وهي المعرفة القوية وهي المعرفة التي لا يمكن ماذا أن تتزعزع بعروض الشكوك أو الشبهات أو بعروض التساؤلات والاستفسارات المعرفة البرهانية هي التي تكون معرفة محصنة الإنسان لما تكون معرفته معرفة برهانية هذه المعرفة البرهانية التي تكون ماذا محصنة وسليمة ومتينة لا يمكن أن تتزعزع ولا يمكن أن تزول ولا يمكن أن يؤثر فيها الشك والشبهات فهذا الشخص الذي تيقن بوجود النار بواسطة الأثر واستذل على النار بالأثر وهو الدخان أو استذل على وجود النار من خلال رؤيته للنار أو ذاك الذي عرف النار لأنه حس بحرارتها وحرقها يمكن إنسان يجي يشككه أو يزعزع قناعاته يقول لهذا الذي شاهدته أو الذي أحسست به ليس ناره يقول لك أنت إنسان ماذا مريض إنسان غير صاحي فذاك الشخص الذي يمتلك المعرفة البرهانية هذه المعرفة البرهانية لا يمكن أن يداخلها شك أو أن يدخل عليها وهم أو أنها تزول أو تتزعزع هذه المعرفة المحصنة التي تحصن صاحبها وتعطيه قوة الإيمان بمعتقده فالأحاديث لما أكدت على معرفة الإيمان تريد أن نتوفر على هذه المعرفة بواسطة البرهان فلابد الإنسان أن يعرف إمام زمانه وسائر معتقداته والمنظومة العقائدية الحق هذه المنظومة العقائدية لا بد أن يتوفر عليها من خلال ماذا؟ المعرفة البرهانية فإذن لا بد أن نعرف الإيمان معرفة ماذا؟ برهانية وليست معرفة تقليدية وكل ما انتقلنا من مستوى إلى مستوى قطعا تعمقت المعرفة وكانت في أعلى ماذا؟ درجاتها ولذلك عندنا اليقين وعندنا ماذا؟ حق اليقين وعندنا ماذا؟ عين اليقين هذه مستويات للمعرفة ولا بد أن الإنسان يصل إلى ماذا؟ عين اليقين الذي هو أعلى ماذا؟ مستويات المعرفة فإذن المعرفة التي تشير إليها الروايات ونوعها هي معرفة ماذا؟ مرهانية النقطة الثالثة في الحديث ما هي أبعاد هذه المعرفة؟ هذه المعرفة لها أبعاد ونحن نتحدث عن صاحب العصر والزمان صلاة الله وسلامه عليه لكل إمام ترى من أئمتنا لمعرفته أبعاد لاحظوا هذه مجرد ماذا؟ بين معكوفين أنت لما تقرأ في فضل زيارة المعصومين دائما يرد في الروايات من زاره وعارفا ماذا بحقه هذا بعد من أبعاد ماذا؟ المعرفة لما الإنسان يعرف بأن هذا إمام معصوم وأنه حجة الله على خلقه يعرف حقه هذه بعد من أبعاد ماذا؟ تلك المعرفة وهذا البعد من أبعاد المعرفة يشترك فيه جميع الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فتجد هذا البعد بعداً ماذا؟ عاماً ونحن نتحدث ونحتفي بذكرى ولادة إمامنا صلاة الله وسلامه عليه أريد أن أشير إلى أبعاد معرفة الإمام صلاة الله وسلامه عليه ما هي أبعاد معرفة لما نقول نحن نعرف الإمام صاحب العصر الزمان وقلنا أن المقصود من هذه المعرفة هي المعرفة ماذا؟ العنوانية ومو المعرفة ماذا؟ شخصية ولا ما أحد مننا الآن يعرف الإمام صاحب العصر والزمان معرفة شخصية كاملة صحيح نعرفه أنه ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي بن مسرد إلى ماذا السلسلة المباركة المنتهية بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه ولكن المعرفة الشخصية في بعض أبعادها بالنسبة لصاحب العصر والزمان لا يمكن أن تتيسر لأحد نحن نريد أن نتحدث ونتعرف على أبعاد هذه المعرفة العنوانية للإمام صاحب العصر والزمان أول بعد من أبعاد معرفة الإمام صاحب العصر والزمان ما أشارت إليه الأحاديث والروايات أنه من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما تقرؤون في أحاديث الإمام المهدي تجدون في هاي الروايات التأكيد على هاي النقطة أن المهدي من ولدي من ولدي ماذا فاطمة يملأ الله به الأرض قصطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا هذا الحديث مضمون مونصة قريب من النص يعني أحفظه قريبا من النص إذا في اختلاف اختلاف ماذا يسير جدا هذا الحديث رواه الترمذي ورواه البخاري وورد مضمونه في روايات أهل البيت الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن الإمام ويذكر بأن الإمام سوف يخرج ويبين أنه سوف يخرج في آخر الزمان يقول بأنه من ولدي هذا بعد من أبعاد ماذا معرفة الإمام صاحل العصر الزمان ذاك اللي يقول المهدي ما أدري من السودان أو ذاك اللي يقول المهدي ما للصومال أو المهدي اللي يقول ذاك ما لليمن هذه مو معرفة بإمام المهدي لأن هؤلاء المهديون صومالي وسوداني وما أدري كذا ويمان والآخر إذا أولاك لا هم أولاد رسول الله ولا هم من ولدي ماذا فاطمة فبعد من أبعاد معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه ماذا من ولدي رسول الله من ولدي فاطمة ومن ولدي الحسين فلذا الذي يؤمن به أنه من ولدي الحسان هذا لم يعرف الإمام المهدي لأن النظريتان التي تتجاذبان هذا الموضوع النظرية اللي يؤمن بها أتباع مدرسة أهل البيت أن المهدي من ولدي الحسين وهذا في روايات كثيرة لما الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الحسين فيقول التاسع من صلبي هذا يملأ الله به الأرض عدلاً وقصطاً بعد أن ملأت ظلماً وفساداً فلابد أن يكون ماذا المعرفة بعد من أبعاد المعرفة بالإمام المهدي أنه من ولدي الحسين لا من ولدي الحسان هذا بعد فيها مولود حي يرزق غائب هذه خصائص أبعاد معرفته صلى الله عليه وسلم لا تقول لي أنه أنا أؤمن بالمهدي ولكنه ما ولد أو أنه ماذا سوف يولد أو أنه بعدما موجود لا هذه معرفة ليست هي المعرفة المطلوبة لا بد أن تؤمن بأنه مولود حي يرزق غائب عن الأنظار حتى يأذن الله له عز وجل بالخروج لتحقيق وعد الله فهذا بعد من أبعاد ماذا معرفة الإمام صلاة الله وسلامه عليه البعد الثاني وهو بعد مهم انقطاعنا عنه وعدم مشاهدتنا له بعد من أبعاد معرفة الإمام لما نقول لا بد من معرفة الإمام بعد من أبعاد معرفته البعد الثاني من أبعاد معرفته أن نؤمن بانقطاعنا عنه أننا منقطعون ماذا عنه لا يمكن لنا أن نراه ولا يمكن لنا أن نشاهده ولا يمكن لنا أن نتصل به اتصالا مباشرا إلى غير ذلك من لوازم الانقطاع لما الآن إنسان منقطع عن الشخص والما أدري به ما أعرف شنه أوضاعه ما يمكن أن نتصل به لا أشاهده لا أرى هذا معنى الانقطاع وقد دلت الروايات الكثيرة على هذا الان أن الإمام صلى الله عليه وسلم له غيبتان غيبة صغرى وغيبة ماذا كبرى وتشير الروايات لأن في غيبته الكبرى لا يراه ماذا أحد ولا يشاهده أحد وفي توقيع الصادر من الإمام صلى الله عليه وسلم إلى السفير الرابع بعد أن قال له أنك بينك وبين الموت ثلاثة ماذا أيام ثلاثة أيام وينتهي ماذا أجلك ولا توصي إلى أحد من بعدك لا توصي إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة الكبرى ومن رأه ومن ادعى ومن ادعى الرؤية والمشاهدة فهو كاذب أو فكذبه فهذا بعد ماذا آخر لمعرفتنا بالإمام صلاة الله وسلامه عليه لما ندعي نحن نعرف الإمام لابد من الالتزام بهذه الأبعاد للمعرفة انقطاعنا ماذا عنه وعدم مشاهدتنا له وعدم اتصالنا به ومعنى ذلك ما يمكن يجي إنسان خلنا استخدم هذا اللفظ الدارج قشمرنا قول والله أنا اكتقيت بالإمام صاحب العصر والزمان وقعت ويا الإمام صاحب العصر والزمان وأمرني وكلفني نقول لي الخلل فيك أنت الخلل فيك أنت ليش لأن أنت لم تعرف إمامه زمانك لأن بعد من أبعاد معرفة الإمام انقطاعنا عن الإمام عدم اتصالنا بالإمام عدم مشاهدتنا للإمام وقد أكدت الروايات المستفيضة والمتضافرة عن أئمة الهدى صلاة الله وسلامه عليه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا البعد من أبعاد المعرفة بالإمام وهو عدم الاتصال به وعدم تسني المشاهدة والرؤية له فمن يدعي أنه جلسه يالإمام وقعد يالإمام معين إلى كذا وإلى آخره وكلفه بكذا فإذا الخلل في هذا الشخص فلذا حتى نتوفر على المعرفة الصحيحة والمعرفة السليمة وأن نتوفر على هذا البعد لا بد من الانتزام ببعد هذه المعرفة وهو انقطاعنا عن الإمام وعدم مشاهدتنا له الثالث البعد الثالث الارتباط بقنواته الشرعية المتمثلة في المراجع العظام والفقهاء الكبار العدود هذا بعد ترى من أبعاد المعرفة وذلك لأن الإمام صلى الله عليه وسلم عليه في التوقيع المعروف والمشهور الذي ورد على يد إسحاق بن يعقوب قال عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم نص توقيع الصادر من الناحية المقدسة على يد إسحاق بن يعقوب وهذا التوقيع المعروف بالتوقيع الشريف على الإمام صاحب العصر الزمان الذي هو واحد من الأدلة والمستندات على القول بولاية الفقه كما يذهب إلى ذلك السيد الإمام المقدس الإمام الخميني أعلى الله درجاته فالمعرفة بالإمام صلى الله عليه معناه بعد من أبعاد أن نرتبط ماذا بالقنوات لكن المشكلة قنوات ماذا بعض الأحيان تتعدد أي قناة نرتبط بها الأئمة ما تركونا هكذا همل ولم يتركونا في دوامة أو لم يتركونا في حالة من الضبابية التي توجب لنا التشكيك والحيرة بيّنوا الفقهاء ماذا العدول إما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه هذه المواصفات لا بد تتوفر في من يمثل القناة الصحيحة والسليمة وأما أن يأتي إنسان مجهول غير معروف إنسان ما معروف من بته العلم ولا من بته الالتزام ولا معروف بيئته ولا معروف أجواءه ويدعي التمثيل وأنه القناة بين الإيمان وبين الشيعة فحينئذن إذا قبلنا بهذه الحالة وسلمنا فمعنى ذلك أننا لم نتوفر على هذا البعد من أبعاد معرفة الإيمان لأن بعد من أبعاد معرفة الإيمان أن الارتباط في زمن الغيبة مع قنواته الشرعية المتمثلة في المراجع العظام والفقهاء العدول وهذا أمر واضح وهذا ما درج عليه الشيعة سلفا خلفا عن سلف ما درج عليه علماء الشيعة وما درجت عليه الشيعة خلفا عن سلف أن القناة التي ترتبط بها في زمن الغيبة تتمثل في المراجع العظام والفقهاء العدول واللي يريد أن يكون ناصرا لإيمان عجل الله تعالى فرجه الشريف منتظرا لأمره وعارفا بإمام زمانه لا يمكن أن يتخطى هذه القناة أو أن يتجاوزها أو أن يقلل من شأنها أو أن يقلل من دورها فإن في ذلك ضرب للمؤسسة التي نصبها وعينها وأسسها صاحب العصر والزمان عن جل الله تعالى فرجه الشريف فإذا نريد أن نعرف الإمام صاحب العصر والزمان ما يمكن لنا أن نمد ارتباط أو أن نمد أي علاقة مع خارج هذه القنوات يطلع على أن واحد يقول أنا اليماني وواحد يطلع يقول أنه أنا نائب الإمام الخاص وواحد يقول كذا إلى آخره هذه تمثل ماذا تحصينات هذه الثقافة التي أسس لها أهل البي صلاة الله وصلاة الله عليهم هي ثقافة تحصينية لأن تمنع على كل هؤلاء المدجلين وتقطع الطريق على كل هؤلاء المدجلين وينبغي علينا أن لا نسمع لهؤلاء المدجلين للاختراق لأننا إذا خطينا هذه الأسس وتجاوزنا هذه الخطوط نحن الذين نفتح الطريق نحن الذين نفتح الطريق أمام هؤلاء المدجلين والدجالين ولكن إذا تحصنا بهذه الأصول والأسس معنى ذلك قطعنا الطريق على كل هؤلاء المدجلين والمدعين البعد الرابع ظهرنا جاوزت وقتها البعد الرابع هو بعد البصيرة بالدعوات الباطلة من معرفة الإيمان صلاة الله وسلامه عليه هو أن نكون على بصيرة تامة بالدعوات الباطلة وقد يعني الحساسية الموضوع أنا معطيني الجماعة كأنما أربعين دقيقة سمح لي أن أتجاوزت الوقت بس لكن أريد أقول الروايات تتحدث خصوصاً روايات الظهور تتحدث عن أمر مهم جداً مفاد هذه الروايات بعضها تقول أنه لا يقوم القائم عن جل الله تعالى فرجه الشريف حتى يقوم رجل أربعون رجلاً يكذبون على الله وعلى رسوله هذه المسألة مسألة مهمة جداً أن نكون على بصيرة تامة وعلى وعي قوي وعلى وعي علمي بالدعوات الباطلة أن لا نقبل بهذه الدعوات الباطلة لأن الأئمة سلام الله علينا سلام الله عليهم كما أقول لم يتركون هكذا هم همل ولم يتركون نعيش في ضبابية بل أوضحت الأمور الإنسان عليه أن يأخذ ببصائر أهل البيت صلى الله عليه وسلم وبالهدى الذي رسموه لنا حتى يكون على بصيرة من الدعوات الباطلة وما أكثرها حتى لا يختطف الشارع الشيعي من قبل هذه الدعوات الباطلة لا بد أن نكون على بصيرة بها لا أحمد القاطع ولا غير ولا فلان ولا فلان المراجع على عظمتهم واللي يعرفون بالتقوى والصلاح من نعومة ماذا أطفارهم ولم يأتوا إلى الحوزة على كبر وإنما جاءوا إلى الحوزة حتى قبل سن البلو وتربوا في أحضان العلم والتقى والورع هذا المرجع لو لا سمح الله إلى هالقد البصيرة التي منحها إيانا أئمة أهل البيت لو المرجع هذا ادعى أنه نائب عن الإمام نائب خاص يعني وله بالنيابة العامة نائب عن الإمام بالنيابة العامة اللي يشترك مع سائر الفقهاء فيها نتكلم عن نيابة ماذا خاصة وقال أنا والله نائب خاص وأرسلني الإمام إلى آخره مع ذلك لا نقبل منه وتسقط ماذا عدالته ليش نحكم بهذه النتيجة الحتمية لماذا نحكم لأن الأئمة من خلال البصائر التي نصبوها لنا نصل إلى مستوى من البصيرة ألا نصدق أحدا ولو كان في مستوى هؤلاء المراجع العظام فكيف نصدق بأناس مجهولين ممعلومين وغير واضحين ولا مستوياتهم معروفة ولا معروفين في الأوساط العلمية فكيف يعقل أن نصدق هؤلاء وأن نقبل منهم فإذا بعد من أبعاد المعرفة بالإمام صلى الله عليه وسلم هو البصيرة بالدعوات الباطلة فمن كان على معرفة بالإمام يكون على بصيرة بهذه الدعوات الباطلة البعد الآخر زيادة الارتباط بالإمام صلى الله عليه ونحن نعيش هذه الظروف والمحن المتعددة التي نمر ماذا بها وتشهدها أكثر ساحة أو أكثر من ساحة من ساحات بلدان العالم الإسلامي سوريا العراق لبنان البحرين وغيرها علينا أن نقوي ارتباطنا بالإمام صاحب العصر والزمان وأن يكون للإمام حضور في حياتنا حضور في لعائنا حضورا في مواقفنا أن نستحضر هذا الإمام الغائب الذي يعيش هذه المعانات بكل ماذا فصولها وبكل محنها ويتألم لألمنا ويتأدى لأذانا ويبكي على ما يجري علينا أن يكون لهذا الإمام صلى الله عليه حضورا في وجداننا حضورا في دعائنا حضورا في واقعنا حضورا في أنفسنا ألا نغيبه من وجداننا هو غائب عن أبصارنا ولكنه حاضر ماذا في وجداننا علينا أن نقوي من ارتباطنا به صلى الله عليه فإن في زيادة الارتباط به وتوثيق عرى العلاقة به صلى الله عليه الكثير من البركات التي تشمل المؤمنين عامة بسبب بركة هذا الارتباط فضلا عن البركات التي يشهدها هذا الشهر نسأل الله عز وجل ببركاته صلاة الله وسلامه عليه وبوجوده المبارك أن يمد في أجله وأن يطيل في عمره وأن يجعلنا من مقوية دولته وسلطانه وأن ينعمنا بأيامه وأن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين لأمره وأن يهلك أعداء وخصوم الدين وخصوم الإسلام وأعداء أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم الذين يتربصون بأهل البيت وبشيعة أهل البيت الدوائر أن يجعل دائرة السوء عليهم وأن ينصر المؤمنين والمجاهدين على الظالمين وعلى المعتدين وعلى الآثمين وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاة والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة المترجم للقناة ومن أهل البيت عن حكيمه بنت الإمام الجواد عليه السلام قالت بعثي لي يا أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال يا عم اجعلي افطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان وإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجة في أرضه وفي رواية فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل بالأرض بعد موتها قالت حكيما فقلت ومن أمه قال لي نرجس قلت له جعلني الله فداك ما بها أثر فقال هو ما أقول لك قالت فجئت فلما سلمت وجلست جاءت نرجس تنزع خفي وقالت يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيتي فقالت لا حكيما بل أنت سيدتي وسيدة أهلي فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عم وفي رواية فجأتني نرجس تخلع خفي فقالت يا مولاتي ناوليني خفك فقلت بل أنت سيدتي ومولاتي والله لا أدفع خفي لتخلعي ولا تخدميني بل أنا أخدمك على بصري فسمع أبو محمد بن النبي محمد صل وعلي وسلم ذلك فقال جزاك الله يا عمة خيرا قالت حكيما فقلت لها يا بنيا لأن الله سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة فجلست نرجس واستحيت فلما انفرغت من صلاة العشاء أفطرت وأخذت مضجعي فرقت فلما كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي ففرغت ففرغت من صلاتي وهي أين أرجسنا أي ما ليس بها حالي ثم جلست معقبا ثم اضجعت ثم انتبهت فزعا وهي راقدا ثم قامت فصلت فدخلتني الشكوك وصاحبي أبو محمد عليه السلام من المجلس لا تعجلي يا عم فإن الأمر قد قروم وفي هذا المعنى يقول الشاعر أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعي النظام صلوا على خير الأنام محمد وآلي وسلم قالت حكيمة فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهرا وبطنا فلما ربها من أثر الحبل والحمل شيئا فأخبرته عليه السلام بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحب ولم يعلم بها أحد إلا وقت ولادتها فهوى كموسى لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى وهذا نظير موسى قالت حكيمة ورجعت إلى البيت أي الحجرة وأنا خجلا فإذا هي أين رجس قد قطعت الصلاة وخرجت فزعا فلقيتها على باب البيت فقلت لها هل تحسين شيئا مما قلت لك قالت نعم يا عم إني أجل أمرا شديدا قلت اسم الله عليك اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك لا خوف عليك إن شاء الله فأخذت وسالة فلقيتها في وسط البيت واجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة فقبضت على كفية وغمزت غمزا شديدا ثم أنت أنا وتشهدت وصاحبي أبو محمد بن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القاد فأقبلت وأقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأه كما أقرأ ففزعت لما سمعت وصاحبي أبو محمد عليه السلام لا تعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب أبيني وبينها حجاب فعدوت نحوا بي محمد عليه السلام وأنا صارخة فقال نرجعي يا عم فإنك ستجدينها في مكانها يا مستمعين النظام استعدوا للقيام فرجعت فلما ألبث أنكشف الحجاب الذي بيني وبينها فإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري فلما فتحت بصري وانتباه وإذا أنا بالحجة المهدي قد ولل أتنى الصلاة الصلاة طالب صلوات فاطمة الزهرات الحسن والإحسن زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجوان محمد الجوان علي الهادي الحسن العسكري الحجة المنتظر الحجة المنتظر الحجة المنتظر الحجة المنتظر متباركين جميعا إن شاء الله بهذا المولد موسيقى موسيقى موسيقى